السلام عليكم ورحمة الله ورحبكم في لقاء جديد عدنا هنا فقرة مهمة جدا بقصة الهبي برينز اللي هي القصة القصيرة اللي هي الهبي برينز كقصة خرافية أو كقصة خيالية فانا ممكن يوضع يجيب لك سؤال يقول لك او ممكن يقول لك يعني هل تعتور قصة الأمير السعيد كقصة خيالية اكسب لين او يقول لك ناقش يعني هي اكيد هي تحتوي على عناصر هاي العناصر جعلت هاي القصة هي قصة خرافية فمن ضمن هاي القصة من ضمن هاي العناصر انه the most important quality يعني هي شوف اهم ميزة بميز القصص الخيالية انها يتكون سعيدة اهم ميزة انها يتكون سعيدة وهذا القصة هي يعني في الأخير حقيقة كانت قصة بالأخير كانت مفرحة سعيدة لانه احنا قلنا الأمير السعيد راح يدخل الجنة ولذلك يعني راح تكون هي قصة خرافية هذا واحد من الجوانب الجوانب الآخر اللي نلقى بي احنا اللي نلقى بي انه القصة هي نعتبرها قصة خيالية انه انا الهب الهب الهل the swallow and the city of the the happy prince are dead but is not real ending the real ending is that the swallow will sing in the garden اذا ن في حقيقة احنا يعني راح نلقى انه النهاية الحزين هي يعني شوف هي موت طائر الـ Swallow و يعني موت يعني التمثال يعني هي من النهاية النهاية انهما بالجنة راح يغنون وراح يعني يغطون المدينة بالذهب فهذا الشيء المهم وهذا الجانب المهم بجانب القصة لجعلها قصة خرافية ايضا احنا طلاب يعني نقدر اخوانا الاعزاء اخواتنا نقدر نعتبر القصة هذه كقصة خيالية لانه بها تمثال يتكلم وهذا شيء مو واقعي هذا شيء خيالي اذا من جانب الاخر احنا اللي نقدر نعتبر بهاي القصة هي قصة خيالية يعني is that in fact as we see that the statue speak but in fact the statue cannot speak اذا الستاتيو ما يقدر يتكلم هذا ايضا جانب اخر من جوانب اعتبار القصة خيالية جانب اخر هي الـ swallow طائر سنونو that come speak الذي يستطيع ان يتحدث الى التمثال وهذا جانب ثالث من جوانب القصة هذه اللي اعتبرناها كقصة غير حقيقية اذا السؤال مهم اللي هو يجيك اعتبار هذه القصة كقصة خيالية لان بها جوانب من جوانب الخيال واهم ميزة من هذه الجوانب اهم جانب من جواب الفيري تول اللي هي النهاية تكون مفرحة زين عيني انت من تقرأ قصة تلقى النهاية حزينة ولكن في الحقيقة النهاية الحقيقية هي مفرحة فنعتبر هذه القصة هي قصة مفرحة في نهاية المطاف تقبلوا تحياتي ونتمنى لكم ان شاء الله المفقين